إن حتى الآن ناتزة مالك يهموا جدا التجديد للسوداسي بنتكلم طبعا منهم أشرف بن شارقي بنتكلم على طارق حامد بنتكلم على رزاق سيسيه ومحمد أبو جبل ومحمد ونجم ومصطفى فتح دول مجموعة اللعابين اللي التعاقد بتاعهم هينتهي الموسم اللي جاي وبالتالي التجديد ليهم مهم جدا في الفترة اللي جاي بحيث إنه يبقى فيه استمرارية للعابين واستقرار بشكل كبير وبالأخص وإحنا بنتكلم بقى على أساسي اللي ممكن يكون فيه وسطاء بالنسبة له بيكلمون إنه هو يتجه إلى النادي الأهلي إن مش مشكلة يعني فيه لا فيه ناس ممكن يبقوا موجودين يعرفوا اللعب في مصر يقولوا إيه رأيك طب ما تروح الأهلي ممكن نبقى نساعدك إن انت تتجه إلى النادي الأهلي وهنا ده ممكن يبقى عرض وليس عرض شافهي كده من بعض المقربين ليه ووسطاء لكن ما بيبقاش فيه اتجاه داخل النادي الأهلي أو وسطاء داخل النادي الأهلي أو مسؤولين داخل النادي الأهلي بشكل رسمي هم اللي بيكلموا اللعب لكن وسطاء موجودين بيعرضوا عليه هذا الأمر أيضا كارترون بيقرر تجميد حازمام بعد عدم رضاه وزعله في المباراة اللي فاتت حازمام ما كانش حابب إنه هو يعد على دكة البودلاء وبالتالي كارترون أخد قرار بتجميد اللعب في الفترة القادمة ناتي زمالك اتمرن في الأستاذ بورج العرب أو أستاذ الجيش بورج العرب النهاردة بيستعد طبعا للمباراة القادمة أمام تسكر الكين أيضا عودة محمد عبدالغاني وأيضا نحن نتكلم أيمن حفني بينضم إلى القايمة القايمة النهاردة أو اللي علانها باترس كارترون كان محمد أبو جبل محمد عواد حازمام محمد المثلوثي محمود حمدي الوينش محمود علاء محمد عبدالغاني عبدالله جمع أحمد فتوح محمد عبدالشافي حسام عبد المجيد وأيضا طريق حمد أحمد سيد زيزو وأشرف بن شاري محمد أشرف روءة وإسلام جابر محمود عبدالعزيز إمام عشور شيكبالة أيمن حفني حمدي علاء السيد عبدالله وسيف جعفر أما خطر جنفة كان موجود يوسف أباما وسيف الدين الجزيلي طبعا محمد عبدالغاني هو أبرز المنضمين إلى هذه القايمة في ظل طبعا غيابه في المتش الأولين